Hi there, are you fine? I hope so أنا غنو حسن وأهلا بكم في قناة متعة التعليم دي الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات إنجليزية من السفر اللي بنتعلم فيها مع بعض نطقه كتابة الحدوف وفي الحلقة اللي فاتت تعلمنا two letters Letter E و Letter F يلا بينا يا أصحابي نتعلم حرفين جودت أول حرفة هنتعلمه النهاردة هو Letter G The name of the letter G The sound of the letter G The name of the letter G The sound of the letter G G-G-G G-G-G الحرف ده اسمه G بس صوته G يلا بينا يا أصحابي نشوف بعض الكلمات اللي بتبدأ بletter G وكمان sound G G for Girl G for Gaunt G for Gaunt How to write the letter G يلا بينا يا أصحابي نتعلم نكتب letter G أول حاجة شكله وهو كبير نعمل نص دائرة كبيرة بتقف على خط الأرض وبعد إن نطلع صنة صغيرة وبنعمل شرطة أما بقى شكله هو صغير بنعمل نص دايرة بين السطرين وبعد نطلع نقفلها وبعد ننزل نعمل عصاية شمسية راسها بيكون محبوس بين السطرين أما باقي جسمها بيكون تحت سطرين small semicircle between two lines up down and an umbrella stick g small g capital g small الحرف التاني اللي هنتعلم اليوم يا أصحابي هو letter h the name of the letter h the sound of the letter h the name of the letter h the sound of the letter h الحرف دا اسمه itch بس صوته بنطلع فيه هو ه يلا بينا أصحابي نشوف بعض الكلمات اللي بتبدأ بletter h وكمان sound h for hat h for hen h for horse how to write the letter h يلا بينا يا أصحابي نتعلم نكتب letter h بنقف فوق خط السماء بشوية صغيرين في الهواء وبنعمل خط نازل من فوق ينزل يقف على خط الأرض وبنعمل جنبه كمان خط زيه تمام وفي النص على خط السماء بنعمل شرطة h capital اشتركوا في القناة